السلام عليكم انا اسمي فرح نبيل والنهاردة نتكلم عن البروتين ميتابولازم اول حاجة نتكلم عليها البروتين ميتابولازم نتكلم عن اخر نقطتين في الشابتر وهم من الامينو اسد وتاني حاجة في الامينو اسد ميتابولازم اول كومباوند نتكلم عنه هو النايتريك اوكسايد النايتريك اوكسايد يعتبر بيولوجيكا الماسنجر اللي جازية السابستنس بيحصل لها ديفيوز عن طريق ثرو الميمبري تاني حاجة في الهيومنز هو لي بيساعد فيه في السيولوجيكا البروسيس زي النيورو ترانسميشن والبلوت كلوتينج والكنترول النايتريك اوكسايد بيجي من الامينو اسد اللي بيجي منه هو الارجينين الارجينين بيدخل عن طريق النايتريك اوكسايد سنتيز بيدخل معه الناي دي بي اتش والاوتو ويطلع السترولين والنايتريك اوكسايد تاني حاجة تاني كومباوند هو الثيرويد هورمونز الثيرويد هورمونز ايه هما اولا التراي ايودو ثيرونين اللي هو تي سري والتترا ايودو ثيرونين التي فور او برضو بقول عليه الثيروكسين بيحصل له سنتيز من الايه من التايروزين عن طريق تلاتة ستيبس اللي هما الاكسايد ايودي نيشن والكابلين جريكشن التايروزين عن طريق الايودي نيشن بيتحول لي مونو ايودو تايروزين وبعد كده لو عملت له ايودي نيشن تحول للضاي ايودو تايروزين لو حصل كابلينج للمونو ايودو تايروزين مع الضاي ايودو تايروزين بيدي التراي ايودو ثيرونين ولو حصل كابلينج لضاي ايودو تايروزين مع الضاي ايودو تايروزين بيدي الثيروكسين او التترا ايودو ثيرونين الكومباوند اللي بعده هو الميلانين الميلانين هو البجمن بتاع السكان والهير والآي والانزايم المسؤول عنه عن السنتسس بتاعه هو التايروزينيز انزايم وده يعطبر كابر كونتينج انزايم التايروزين عن طريق التايروزينيز بيتحول لدي او بي اي اللي هو الضاي هيدروكسي في نوعي الالانين وبعد كده يتحول لدي او بي اي عن كوينون عن طريق اللي هو الضاي هيدروكسي في نوعي الالانين كوينون وبعد كده في الاخر بيبدي الايو ميلانين وده بيبقى براون او بلاك بيجمين ويدي برضو الفيوميلانين اللي هو red pigment والنسبة ما بينهم هي اللي بتحدد اللون بتاع السكن بعد كده هنتكلم عن الكمباونز اللي بيحصلها من التريبتوفان أول حاجة هو السيروتونين السيروتونين ده excitatory neurotransmitter في الbrain وفاصو كونستركتور ويعمل كونترولين للمود ويعمل ريوليشن للسليب والتمبريتشر والبلغ بريشر الميلاتونين ده تاني كومباون الميلاتونين وده بيبروديوز ده عن طريق البينية الجلاند ده جلاند موجودة في الbrain وده يعتبر sleep inducing وبيعمل ريوليشن للسيركاديان ريدم اللي هو light والdark cycle وبيعمل ريوليشن للريبروداكتف أو التريبتوفان عن طريق التريبتوفان 5 هيدروكسيليز بيتحول ل5 هيدروكسي تريبتوفان وبعد كده عن طريق ال5 هيدروكسي تريبتوفان دي كاربوكسيليز يتحول لسيروتونين لو كملت عشان هيكمل عشان اجيب الميلاتونين عن طريق الاسيطايل ترانسفيريز يدي الN اسيطايل سيروتونين وبعد كده عن طريق الميسايل ترانسفيريز يدي الميلاتونين بعد كده انا كده خلطت من الامينو اسد بعد كده هنتكلم عن الارورز اللي بتحصل في الامينو اسد او الارور هو الفينايل كيتو نيورية الفينايل كيتو نيورية عبارة عن الفينايل الانين في البلد وده بيحصل بسبب في الفينايل الانين او الفينايل الانين ده اللي بيحول الفينايل الانين للتيروزين فبالتالي اللي يحصل انه يحصل للفينايل الانين في ويحصل له للفينايل بايروفيد والفينايل لاكتيت والفينايل أسيتات في البلود الفينايل لاكتيت ده بقى ليك في اليورين عشان كده هنقول إن اللي بتصر على الشخص اللي عنده المرض ده إنه بيحصل في البيت بكل ريحة والسكان واليورين بسبب فينايل ألانين في البادي وبيحصل بتأدي لي التريتمت بتاعه زي ما قلنا إن بيحصل للفينايل ألانين فأنا بالتالي هدي فينايل ألانين وتيروزين سبليمنت عشان ما بيكونش تيروزين في الحالة دي بعد كده الإرر اللي بعده هو التيروزينيميا ده بيحصل بسبب الفيلير في التيروزين ترانس أمينيز التيروزين ترانس أمينيز ده اللي بيحول التيروزين له هايدروكسي فينايل بايروفيد فبالتالي هايحصل الأكيونريشن للتيروزين هيبقى زيادة عن العادي ده بيانكلود سمتم زي المودريت منتل ريتورديشن وكاركتريستيك آي وسكن ليجن الإررر اللي بعده هو الألكابتونيورية اللي هو أو برضو يسموه البلاك يورين ديزيز الألكابتونيورية ده عبارة عن جيناتك ديسوردر بيكون فيه دفكت في الإنزايم اللي هو الهوموجين تستيت داي أكسجينيز الإنزايم ده هو اللي بيحول الهوموجين تستيك أسد لي ماللاي الأسيتو أساتيك أسد عشان يدي في الآخر الفيوميريك أسد والأسيتو أساتيك أسد طيب لو حصل الديسوردر ده بيحصل أكيوميليشن ليه الهوموجين تستيك أسد في الكونكتف تيشو زي الالتسكان والكارتلج والبون وبيحصله إكسكريتت في اليورين ولما بيحصله إكسبوجر للإير بيبقى لونه بلاك عشان كده بسميه البلاك يورين ديزيز الكلينيكل تسجنافكنس بتوظر على الشخص أول حاجة حاجة اسمها الأكرونوزز الأكرونوزز ده عبارة عن بلاوش بلاك بيجمنتيشن بيحصل لها ديبوزيشن في الكونكتف تيشو تاني حاجة بيظهر اليورين بيحصله بلاك زي ما قلنا لما بيحصله إكسبوجر للإير زي ما هنا واضح ده نورمال يورين والتاني ده يورين لشخص مصاب بالالكابتو نيورية بعد كده من الهوموجين تستيك أسد ديبوزيشن في الأورتك والميتر الفالف للإير زي ما ظاهر في الصورة وبعدها بتظهر على زي ما ظاهر هنا والتابوزيشن بتاعه فيه بيعمل الإير الغير اللي بعده هو القلب نزم القلب نزم ده في اللي بيحول التيروزين للميلانين الطيبس بتاعة القلب نزم أول حاجة الأوكيولو كيوتينيس القلب نزم وده الموست كومن طيب من القلب نزم بيظهر على الشخص بيل هير بيكون عنده بيل هير وسكن وآي تاني طيب هو الأوكيولر قلب نزم وده بيكون لس كومن عن الأوكيولو كيوتينيس القلب نزم وطبعا من اسمه أوكيولر يبقى بيأثر على الآي بيخليها شكلها ريد أو بينك آي ليه بيخليها زي ما واضح هنا في الصورة وده ليه لأن بتشهر عن طريق الآيرس تاني حاجة تالت طيب هو الهيرمينسكي بادليك سندروم الهيرمينسكي بادليك سندروم ده فور من يعني عبارة عن أكيولو كيوتينيس المنازمة بس معاه بلود ديس أوردرز وبروزين إيشوز بعد كده الشي دي ده عبارة برضو عن معاها بعد كده نتكلم عن اللي بتظهر عليه على الشخص المصاب بيأل ألب نازم أول حاجة زي ما ظاهر هنا في الصورة تاني حاجة زي هنا إن مش على لاين واحد والرابد آي موفمينت والفاجين بروبلمز واللايت سنستيفتي دي صورة بتوضح الأرورز اللي قلنا عليها إن لو حصل الأرور في الفنايل ألانين هايدروكسيليز بيحصل فينايل كيتونيورية ولو حصل الأرور أو ديفيشنسي يعني في التايروزين التايروزينيز اللي بيحاول التايروزين من ميلانين بيحصل ألبنز ولو حصل الأرور أو ديفيشنسي في بيزهر الألكابتونيورية آخر ديفيكتة خالص بيحصل هو اسمه المابل سيروب يورين بيزيز وإن المفروض إن الميتابولازمة بتاع البرانش ديتشين أمينو أسد اللي هم اللي يوسين والآيز وليوسين والفالين بيحصل عن طريق بيحصل للألف أمينو أسد وبعد كده للكيتو أسد ده بيحصل له كتلايز عن طريق البرانش ديتشين ألفا كيتو أسد دي كاربوكسيليز الديفكت فيه بيعمل كيتو أسيد يوريا الكونديشن دي ليها دي سنكت مابل سيروب أودر في اليورين عشان كده بيسنيها المابل سيروب يورين ديزيز كده أنا خلصت جزئية البروتين ميتابولازم نخطخل على الجزئية التانية معنا وهي الباضي فلاوت زي هنتكلم عن اليورين اليورين فورميشن زي ما احنا عارفين بيحصل في الكيدني وبيحصل على اول استاب هي اللي بيحصل لبلوت لازمة عن طريق تاني حاجة بس ده في حالة لما يكون الجسم محتاج في السابستانس دي فبيعمل لها تالت حاجة من البلوت دي في حالة لو الجسم عنده زيادة من السابستانس دي ومش محتاجة فبيطلعها عشان يحصل لها رابع حاجة الاسد بيز ميكانيزم وده بيبقى عبارة عن الامونيا عشان حافظ على البيز ونشرح كل طريقة الوحدة اول حاجة الفلتريشن دي الفرس تستاب في اليورين فورميشن بيقول ان او 25% من الكارديك او بيحصل عن طريق الكيد طبعا الفلو ده عشان يدخل من الجلوميريولار كابيلاريز بتحتاج بريشر البرشر دي هي الهايدرستاتيك بريشر في الجلوميريولار كابيلاريز ودي بتساوي 75% large amount من الفلتريت بيحصل بيروح من الكابيلاري وبده بيبقى الفلتريت ده بيكون من البروتين زي ما قلنا ان فيه فورس بتساعد على ان يحصل فيه فورس بتعمل الفلتريشن زي لبلازما بروتين وزي ما واضح في الصورة زي ما قلنا ان الفلتريت ده بيكون من البروتين لكن الكابيلاريز بيكون فيها بروتين فالفلتريت ده بيتنقل من من الهي وده بيبقى الهيدرستاتيك طيب تاني حاجة الانترستيتيال ده الانترستيتيال بتاع الانترستيتيال تشو تالت حاجة الانتراتيوبيولر وده بيبقى في نفسها ان لما بتاخد زيادة عن حاجتها بتعمل البرشير البرشير ده بيريزست الفلتريت هجيب الخمسة وسبعين بتوع ال هتديني خمسة وعشرين الفاكتورز اللي بتأثر على بعد كده نتكلم عن الحاجة التانية وهي اول سبستانس نتكلم عنها الجلوكوز والجلوكوز ده من سبستانس بيحصل له في في فبالتالي لما بدخل على بيكون خالص من الجلوكوز الجلوكوز في الكدني بيكون ساميلر للأبزوربشن متاعه في الانتستان بعبارة عن وبيبقى كابل بالسوديوم ري ابزوربشن لو بصينا على الصورة تساعدنا في اننا نفهم السوديوم بيحصل له بالسيمبل ديفيوجن بالباسف ديفيوجن سوري بالباسف ديفيوجن بيتنقل من الهاي كونسنتراشن للو كونسنتراشن انسايد السل وبيبقى كابلنج بالجلوكوز عن طريق السوديوم جلوكوز ترانسبورتر بعد كده السوديوم بيحصل له بامبد اوت عن طريق السوديوم بوتاسيوم وبيبقى كابلنج معه الجلوكوز عن طريق الجلوكوز ترانسبورتر طيب في حاجات بتعمل لجلوكوز ترانسبورت في الكيدني والانتستان زي اللي هي اللي هي اللي بتعمل بتعمل كمبيت مع الجولوكوز باي بايندينج للكارير سايد بتاعه. بعد ما تكلمنا عن الجولوكوز هنتكلم عن بتاع الووتر. مية وتمانين ليتر من البلازما فلتريت بير دي. والديلي اليورين اللي بيطلع هو وان ليتر. يبقى كده في مية وتسعة. مية تسعة وسبعين ليتر من البلازما فلتريت بيحصل لها في طريقتين. في حاجتين بيحصل لها عن طريق حاجتين. هول حاجة الوبليجاتوي ري ابزوربت وده بيبقى من ستين لثمانين في المية. بيحصل في البروكسيمال تيوبيول للأزمات كالي اكتف سابستان زي الجولوكوز والسوديوم زي ما شرحناهم. تاني حاجة الابفاقلتيت في ري ابزوربت وده بيبقى تسعة في المية بس منه. ده بيحصل في الديستال بورشان وفي الديستال تيوبيول والكوليكتينج تيوبيول وده بيبقى على حسب احتياج الجزء. طيب الالكترولايت اللي هنتكلم عنها هم السوديوم. السوديوم ده ري ابزورب تمانية وتسعين في المية منه بيحصلوا في البروكسيمال تيوبيولز والأسامدنج لام بوفل هانل. واتنين في المية منه بيحصلوا في الديستال تيوبيولز والكوليكتين تيوبيول الالكترولايت هنكلم عنه هو البوتاسيوم والبوتاسيوم بيكون موجود بسمول كوانتتز في الجلوميريولار فلتريت وبيحصلوا في البروكسيمال تيوبيول ولو لقيته في اليورين ده بيبقى بسهب الديستال تيوبيول سيكريشن للأسد بيز اكوليبريم. وهنكلم عن الأسد بيز اكوليبريم كمان شوية. ثالث ستاب هنكلم عنها هي وتيوبيولر سيكريشن دي بتحصل في حالة ان يكون الافل بتاع فيه البلود ابوف النورمل وده بيحصل فيه انه بيحصلها سيكريتت من البلود ليتيوبولر ليومن وبعد كده يحصلها في اليوري. ده زي الكرياتينيني واليوريك اسد والبوتاسيوم والهايدروجين ايونز والفورين سابستان زي الفين والراد والدايز والبنسلين. بعد كده رابع ستاب الاسد بيز ميكانيزم وده في انه في حالة البروتين والنيوكليوبروتينز والفوسفولابد ميتابولازم بيطلع بيحصل الاليمنيشن لنان فولاطايل فاتي اسد. الاسد دي بيحصل لها بوفرينج ويذ السوديوم وبعد كده يحصل لها ريموفل باي الجلوميريولار فان الالكالين بيخلص فبيحصل سيفير اسيدوزيس. لكني عشان تعالج الموضوع ده فبتعمل ايه بيحصل اكس اتشينج للهايدروجين اين والسوديوم تو ريترن الالكالين ريزيرف. ميكانيزم الاول بتحصل في عن طريق لو بصنع الصورة هنفهم الاتش تو سي او سري بتتكون عن طريق من الكاربون دايكسايد والووتر وبعد كده بتطلع الاتش سي او سري والهايدروجين الهايدروجين بيعمل اكس اتشينج مع السوديوم الهايدروجين يخرج والسوديوم يضرر. بعد كده السكة ميكانيزمة بتحصل في الديستل تيوبيول ان السوديوم بيعمل اكس اتشينج مع الهايدروجين فيعمل السوديوم بيعمل اكس اتشينج مع الهايدروجين فبيعمل تشينج لن اي اتش بي او فور لن اي اتش تو بي او فور ويحصل انكريز في اليورين اسيدتي. الثرد ميكانيزمة عشان الكدنيت عالج اليورين اسيدتي ده بيحصل في الديستل تيوبيول فبتعمل برو داكشن للامونيوم وزي ما قلنا في حالة ان الهايدروجين اين كونسنتريشن في اليورين يكون فيري هاق. بعد كده هنتكلم عن اليورين سامبل اليورين سامبل ابتين دا عن طريق من ديفرنت انيمال دا دورينج اليورينيشن باي الكاثيتر وي اليورين دا بيحتوي على اورجانيك وانورجانيك سابستانس ودي بتمقى ميديم كويسة لي الجروث اوف البكتيريا. عشان كده لو انا عايز اعمل اجزامينيشن لي اليورين سامبل لازم اعمل لها اجزامينيشن وهي فرش او اعمل لها ستورينج في الريفرجيريتور او ازود لها او اعمل اديشن لي بريزورفد. طيب البيزورفيشن لليورين دا بيمنع كزا حاجة منها اول حاجة الالكالاين في نوع من الارجانيزم اسمها اليوريا سبلاتينج ارجانيزم دي بتعمل كونفرجين لي اليوريا لي الامونيوم كربونات فبيحصل في الرياكشن والاودر. بعد كده الفولس بسبب البكتيريا الجروث مفروض ان اليورين ما يكونش فيه بروتين فلو لقيت فيه بروتين زي القلبي من مثلك ممكن يكون بسبب ان انا ما عملتش بريزورفيشن كويس بحصل بكتيريا الجروث. بعد كده دا في حالة الشخص يكون عنده دايبيتز اه مفروض بيكون لو حد عنده دايبيتز بيكون عنده جلوكوز في اليورين ممكن نجي بص على السامبل الاقي ما فيش جلوكوز في اليورين وده بيبقى بسبب ان انا ما عملتش بريزورفيشن فحصل ديستراكشن للبكتيريا. حصل ديستراكشن للجلوكوز عن طريق البكتيريا. بعد كده يحصل دي جينريشن لي زي ان يبقى فيه كاست او بلود او باس. طيب الاجزامبلز ليه الكاميكال زي الطولين الفينول الثايمول والفورمالين والسوديوم فلورايل والسترونج مينورل اسيدز. اخر الجزئية هنتكلم عنها هي الفيزيكال بروبيرتز اوف اليورين هنتكلم عن الفوليوم اللي هنقسم الفاكتورز اللي بتأثر عليه لحاكتين. نورمال فاكتورز و باثولوجيكال فاكتورز. النورمال فاكتورز اول حاجة الانيمال سبيشيز طبعا اليورين الفوليوم بيختلف على حسب الانيمال سبيشيز زي ما هو واضح. تاني حاجة الدايت بيحصل لها في لما بياخد دايت بيكون فيها بروتين ويصولد ويحصل نورمال دكريز في حالة والفاستين والدكريز فلاود انتيك وبيحصل نورمال انكريز في حالة الوينتر والاكساسة وافتر الاكساسة فلاود انتيك وي الاكساسة بمان الكافي او التي او كان. تكلم عن الباثولوجيكال فاكتورز زي البولي يوريا وده عبارة عن ابنورمال انكريز في اليورين فوليوم بتحصل في حالة دايبيتز ميليتوس دايبيتز انسابيتوس او الكرونيك نيفريتز او النيرفا سيستم ديزيز. تاني حاجة الاليجو يوريا وده ابنورمال دكريز في اليورين فوليوم كريزولت الاكيوت نيفريتز الدزيز للهارت واللونج والفيفر والبيرنز لان بيحصل 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 ديهايجيشن والفلاود لوس زي الهيموريج والفوميتين والدائريا والهايبر باراثيرويدازم والدائريتكس. بعد كده الانيورية وده كومبليت سيزيشن لليورين او تبط بسبب آه ليجون للسباين الكورد ممكن يؤثر على الاجاكيوليشن او سام كيسز من الاكيوت نيفريتز او كومبليت اوبستركشن لليورين او تفلو. طيب. اه تاني حاجة في الفيزيكال بروبيرتز واخر حاجة هنتكلم عنها هو الكالر. النورمال كالر ليه اليورين بيكون سترو ييلو بسبب وجود اليورو كروم بيجمين. الاب نورمال كالر هو ان يكون فيه كزا حاجة زي البيل ييلو ليه كالرلس زي ده بيبقى بسبب اليورو كروم داييوشن او الدارك يورين ده بسبب الكنسنتريشن او اليورو كروم او الريد يورين وده ليه سبب بين الهيمات ويورية ان يكون فيه في اليورين او الهيمو جلوبينيرية بسبب وجود الهيمو جلوبين في اليورين. او براونش اورينج ليه جرين كالر وده بسبب البلي روبين والاكسيديشن بتاعه ليه البري بيرد يعني يحصل جوندس او كده. وبراون تو بلاك وده بيحصل اكسيكريشن ليه في الازوت يورية. وبيبقى في حالة الكنجينيت البوريفيرية. جلدارك يورين انستاندينج في حالة الكابتون يورية زي ما قلناها قبل كده. وممكن رجزة اثر على الكالر بتاع اليورين. كده نبقى خلصنا التوبت بتاعنا النهاردة. شكرا.